الشاشة الضخمة مخصصة للإجتماعات والتعليم وكثير من الأمور التي فيها إنتاجية دعني أحدكم عن هواوي ايديا هب بنسختها الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل الشيف الشاشة الضخمة هي شاشة اجتماعات مطورة هواوي في نسختهم الماضية حصلوا على جواز كثيرة والنسخة الجديدة حصلت على تطورات وأشياء جداً ممتازة الشاشة هذه تمكن الاجتماعات أنها ترتقي بمستوى أعلى وأيضاً أشوفها جداً مناسبة لكثير من الأماكن التي يحدث فيها تدريب أو تعليم أو حتى شروحات فهي فعلياً قابلة للتحريك الشاشة نفسها كانت جداً سهل مجموعة كراتين كثيرة ولكن تركبت بشكل جداً سهل تخيلوا أن الشاشة الحالة 62 كيلو تقريباً ولكن كشاشة 86 إنش هذه الأمور مرة بسيطة تتكلم أيضاً على كونها تتش كونها ضخمة كونها منافذ جداً كثير وهي من نوع دي ليد وأبعاد 3840 في 2160 تعتبر شاشة 4K مناسبة جداً لأنها تتقسم لأكثر من جزء وأيضاً فيها أشياء رائعة في السوفتوير في نفس الواجهة التشغيلية التي يضبطها هواوي سرعة استجابتها عالية تستخدم مقلاميجي معها قلمين وأيضاً فيها إمكانيات إضافية من ناحية القطع والإكسسوارات وحتى فيها كاميرا ولكن مراعيين أشياء رائعة مثل كما تستخدموا الكاميرا وسأستخدموا نمط الخصوصية بشكل جداً عالي وأيضاً الكاميرا قادرة على تصوير 4K ب30 إطار في الثانية وتمكن الزوم ومتابعة الأفراد أمام نفس الكاميرا بحيث أن ترى من الذي يتحدث وتروح له تحاول تكبر الصورة وتقلل الصورة وباستخدام التقنيات أيضاً الشاشة فيها صوت 3D ستيريو وفيها أيضاً صوت سينمائي على حسب قولهم وفيها مايكروفونات تمكن إلى 12 متر من الاستماع ورؤية 180 درجة لنفس الكاميرات الشاشة فيها آخر نواع الاتصال الواي فاي ستة والإنفسي كقدرة ارتباط سريعة وهنا بجل الشيء الذي مره رائع، ارتباط الأجهزة بهذه الشاشة كيف سيكون ولكن بسيطة الخصائص، تستطيع تشبك أجهزة هواوي عليها وأيضاً اللابتوبات، أجهزة الويندوز، أجهزة الماك، أجهزة الآيفون، وكل شيء يربط عليها كون أن معالجها ثماني الأنوية A73 ونظامها Harmony OS كثير من الأمور تم محاكاتها بهذه الشاشة تدعم أكيد الأب جاليري على ستحمله التطبيقات التي أكثر نواجر وبالتالي تستفيد من مكتب التطبيقات الموجودة وهناك ذاكرة 8 جيجا بايت، وهناك سعة تخزينية 64 جيجا بايت وهناك من المداخل الكثير، مثلاً منفذين HDMI تدعمي للفور كي منفذ ديس بلاي بورت، وهناك فيديو أوتبوت مخرج لنفس الصورة تشبكوها على جهاز تسجيل على سبيل المثال وتدعمي للفور كي وهناك أيضاً مدخل الصوت 3.5 وحتى مخرج الصوت فموجود فيها وهناك ثلاث منافذ USB Type-A بقدرة 3.0 وثلاث منافذ USB 2.0 ومنفذ USB Type-C ومنفذ للشبكة يدعم إلى الجيجا بيت وهناك هذه المنافذ وزعت ما بين وراء الشاشة وأمام الشاشة بحيث أن تستفيدوا منها بمختلف الأمور تدعم خدمات هواوي كلاود وخدمات الاجتماعات وويلك وخدمات البث وغيرها من الأمور هناك أشياء كثيرة تقنية لو قد تسردها سأقوم بسولف عليها وقت طويل ولكن التجربة والخصائص الإضافية التي أرى هذه الإضافية أولاً، عندما تربطوا لابتوب على نفس الشاشة، تستخدموا هذه القطعة هذه القطعة تستخدموها مع أي لابتوب في منفذ USB وبالتالي، شبك الشاشة على هذه القطعة أمر جداً هيئاً وبكل بساطة، ضغطت الزر تمم الشبك وتسمى الـ AIDA Share Key فهي الـ AIDA Share Key في هذا الزر الكبير الذي يبين لكم أنه تم الشبك من عدمه وأيضاً، استخدمت وجربت هب USB Type-C إلى منفذ C جربت على مختلف أجهزة التي فيها Type-C ويعمل بشكل سلس ومن ناحية الجوالات أيضاً، هناك تطبيق بشكل مباشر تستخدموا من خدمات إيصال هذه الشاشة بشكل مباشر على اللابتوب مهما كان نظامه التشغيلي، وأيضاً على الجوالات القوام المختصرة الموجودة في الشاشة تمكنكم على طول تبدلوا ما بين النظامين الموجودة الواحد كأنه ويندوز، وهو كمبيوتر مصغر لأنه عندما نرجع نرى من وراء الشاشة، ستجدوا الجسم الكبير الذي موجود وهو كمبيوتر مع إميوليتر، وهو قطعتين وهو نظام هارموني او اس وهو نظام اندرويد، وهو نظام ويندوز وبالتالي، الخدمات التي سترونها المرتبطة بهذه الشاشة من أحد النظامين والانتقال ما بينهم جداً سلس أيضاً، تمكين تطبيقات المتعددة وفتحها أمر موجود وأيضاً بإمكانكم من خلال القائمة المختصرة هذه تمموا أمور إرسال وإستقبال الملفات بشكل سريع ليس فقط مع نفس وجودكم الفيزيائي مع الشاشة ولكن كونها مربوطة مع الشبكة بالواي فاي أو الكابل تتمموا عمليات الإرسال والإستقبال أيضاً بشكل جداً رائع الحساسية للشاشة أشوفها جيدة جداً بحيث أنها تتوافق مع كنال كتابة فما تلاقوا عندكم الحركة الزمانية التي نسويها، نضع خط بسرعة على الشاشة وتلاقوا أنها تأخر الخط، لا، هنا نعرف أنه لا يوجد لاتنسي فوقت الاستجابة جداً عالي على نفس الشاشة يصل إلى 16 ميلي سيكوند وأيضاً فيها مزايا المنافذ الأمامية هذه المنافذ تفيدكم أن تربطوا فيها قطع أكسسوارات إضافية أو حتى تربطوها مع مختلف الأنظمة المختلفة بحيث أن تضعوا يو اس بيات، تنقلوا ملفات، تعملوا فيديوهات تمموا عمليات عرض للصور وأكيد تمموا حكم الربط الكامل حتى مع بعض الأكسسوارات مثل الطابعات التعامل مع الشاشة، أحسسكم أن تتعاملوا مع جوال بنظام الأندرويد كأن خصائص القوائم جداً سريعة تذهبوا إلى هذه القوائم وتعدلوا وتضيفوا وتمموا وتحديثات بحيث أن التحديثات تمكن أمور متقدمة في الشاشة دائماً تتطور دعونا نتحدث عن ميزة بيوم بيوم، اجلب اجتماعك الخاص فيه كما كان الجهاز الذي جايبين لتحضروا في الميتنج، تمكنكم هذه الشاشة من ربط هذا الاجتماع بالإضافة إلى وجود التطبيقات الأكثر شهرة، سيزوم وغيرها على هذه الشاشة بحيث أن الربط سيكون جداً سهل منافذ الشبكة الموجودة وراء، راعوا أن تشبكوا الجهة الصحيحة التي تبغوها فإذا تبغو نظام الويندوز الذي يكون موجود لكم على الشبكة، راعوا أن هذه هي المنطقة المخصصة على الويندوز فتشبك الشبكة عليها بطريقة صحيحة أيضاً وجود الواي فاي 6 Direct يمكن الربط والكلابريشن بشكل مباشر بحيث أن مشاركة الصور تكون أفضل وأنسب تقسيم الشاشة يمكنكم أيضاً من تحويل التطبيقات نقلها من جهة إلى جهة بعض الصور، استخدامها في العروض توثيق هذه العروض، كبشرة الشاشة لهذه العروض، مثل أي لوح ذكي موجود ولكن لازم أوضح استثمار هذا يعتبر استثمار نوعاً ما من متوسط إلى عالي لنوع من الشاشات بهذا الحجم الكبير هناك خيارات حجم ثانية، ولكن هذا الحجم الكبير بصراحة مره رائق أتوقع أن تستطيع شرحوا لكم كبير من الناس في وقت نفس اللحظة غرفة 6 تستفيد من الشاشة بشكل جداً مؤثر واحدة من أكثر الأشياء التي تمكنها هذه الشاشة إتمام الاجتماعات بكل بساطة مع أكثر من جهة مهما كان الجهاز الموجود من كل شخص حاضر هذا الاجتماع فبالتالي تدوير الكيابل والبحث عنها لن يكون أمر مربوط بتجربتكم بهذه الشاشة على طول، بالاتصال المباشر تستندوا نفسكم بث أشياء على نفس الشاشة تحميل التطبيق على اللابتوب أو تحميل التطبيق على نفس الجهاز بمختلف الأنظمة سيمكن الشرح واستخدام هذه الشاشة بشكل جداً كامل الحجم الكبير الموجود في هذه الشاشة تمكن أيضاً التنقل بسهولة لأن الكفرات عليها بصراحة مرة رائقة تجربة التحريك مع هذه الكفرات كانت أهون علي من تجارب أخرى من شركات ثانية في الماضي رغم أنه بصراحة ضخمة وأيضاً الوزن مرة مرتفع احرصوا الجهة الخلفية للشاشة أن يكون هناك مسافة الكافية ما بينها وما بين الجدار إذا ركبتوا عليها لديكم نمط التركيب التي تستطيع تعلقها بشكل ثابت في الفصل بدون الاعتماد على هذه الرجول وأيضاً هناك أكسسوارات إضافية تستطيع تأخذها لها مثل الكي اللي اي ديا الشير وأيضاً هناك قطع تتطور بشكل مستمر بشكل مستمر أو تتطابق عليها أو قطع من نفس واوي لتمكين أشياء أخرى في الاجتماعات الدقة للعرض هي جداً رائقة وكأنه شاشة جداً عادية الصوت حقها مرة رائق بحيث أنه يستطيع تغطي غرفة الاجتماعات بشكل رائع المنتصف اللي اسمها Space Ring غضل النظر عن اسمها صدت براند معروف في آخر كم أصدار من أسالي الأجهزة ومتحدث عن الراجعة الأمامية التي أكثرها شاشة فيها ميتوب بداخل الكاميرا ومستشئرات وعند من الرجزر قليلة اللي إلى الآن فيها مستشئرات في الجهة الأمامية وإذا كانت اجتماعاتكم مطولة، تعرفوا أن الشاشة تدعم خاصية الحماية حق التوب حصل على هذه الشهادة، فبالتالي نفس الألوان الزرقية سأحضروا عليكم بشكل كبير فهنا نعرف أن تحفظوا المعلومات وأنكم مرتاحين بهذه الاجتماعات هذه أحد الخيارات الموجودة، من الشيء الإيجابية جداً فيها وجود نظامين في نفس الوقت وأيضاً الحجم الكبير مع تعدد الأكسسوارات شيء تمنيته أن الإقلام الموجودة فيها أيضاً متعددة من مسألة الاستخدام قابلة للشحن يكون فيها مسح، تقلب القلم، مجموعة من الأزرار لتحكم أيضاً عن بعد من نفس الشاشة فهنا نستطيع استخدام الجوال، ولكن ليس الأقلام المباشرة عليها إلا فقط للكتابة وأيضاً طريقة التعامل معها جيدة كأنها صبورة عادية إذا ضبطوا الاعدادات وكأنها صبورة متقدمة جداً إذا ضبطوا الاعدادات خاصية العزة الصوتي أيضاً موجودة والتي تمكن أن فقط الذين قدام الاجتماع والكاميرا هم الذين يكونوا متأثرين بوضوح الصوت مع الاجتماع المحيط المختلف الموجود في نفس المكان لا يحسب صوته في المعادلة فهذا ينعز الصوت الاجتماع والناس الذين يتكلمون عن نفس الناس الذين يشاهدون يحسبون أن هذا الوضع يكون هناك إزعاج جداً كبير في المكان فهذه أحد المزايا هو نفس الصوت الذكي المحيط الذي يستشعر بالفعل لصوات الذين تشارك في الاجتماع عندما ربطوا الشاشة مع جوال تستخدموا كاميرا وخصائص متقدمة للأمان كون أن تسكير الكاميرا فعلياً فيزيائياً بسويتش موجود عليها أمر ممكن أيضاً من ناحية الكاميرا، ارتباط الكاميرا بالشاشة بشكل مباشر يعطيكم على طول أن تشاركوا في أي محتوى بالكاميرا والشيء الذي تشاهدون وخاصية التتبع الذكي تشغلوها براحتكم بحيث الذي يحضرون الاجتماع إذا أكثر من شخص يكون التركيز عليهم وأيضاً التركيز حتى على الشخص الذي يتحدث فالمربع يتحرك ويأتي عليه وبالتالي يشاركوا هم الذي يكون التركيز عليهم يعطي ديناميكية وتفاعلوا الاجتماع بشكل حسن معلومة، إذا تمامتم ربطوا الشاشة على الواي فاي يأتيكم كود موجود جم شعر الواي فاي فوق الشاشة هذا الكود عبارة عن ثمن خانات، أربعة وأربعة هذه الخانات تسهل الربط السريع على المنصات الأخرى والأجهزة الأخرى بحكم أن هذا الكود سيكون فقط في هذه الشاشة التي على هذه الشبكة الواي فاي تطبيقات المثبتة مسبقاً على الشاشة توجدها مثل زوم، زي اليوتيوب، تيمز، الجي بوكس، أيضاً تطبيقات العرض، ومنها آي ديا كير المخصص لنفس السببورة وأيضاً نعرف أن خدمات أخرى مثل ويبكس موجودة ومتاحة للتثبيت على الشاشة ولا ننسى أن الأب غالوري تعطي هذه الإمكانية الكبيرة وتستخدموا الشاشة كشاشة ترحيل بحيث أن تضعوا فيها أي رسالة التي تريدها هذه الرسالة تصبح دائماً معروضة على الشاشة قبل الاجتماع أو شيء يكون شيء جداً رائع يبدأ عندكم الاجتماع، ستجدوا الاجتماع على طول تسوايب رايت وبعدين اخترتوا المنصة التي تحتاجوا منها تتفاعل وتقدموا العرض للناس وبالتالي ستجدوا اجتماعكم بحيث جداً رائع تضعوا عليها معلومات مثل واي فاي المجاني أو النصيحة بين إغلاق الهاتف ووضعها على الصامت أو نصيح ما قبل الاجتماع أو ترحيبية مرة ثانية من ناحية السعر يبقى لكم تقيم احتياجاتكم وحطيت لكم الرابط حقها أرجع وأذكر هي مخصصة الـ Enterprises هنا عندي بالكهف بشاشة مثل هذه تساندني في تقديم المحتوى بشكل أكثر وأنه برضو في الاجتماعات والعروض التي تصبح لنا هنا في نفس الكهف أعرف أنه دائماً يكون في وسيلة عرض جداً ممتازة أفضل من العمودية التي كانت موجودة أول وما زالت موجودة ولكن تعدد الأمور أجرب، لماذا لا؟ نهاية الفيديو وكل فيديو أرى أن المجال التعليمي سيستفيدون منها بشكل كبير إذا أنتم قاعدين تشاهدوا هذا الفيديو كون أنكم لكم رغبة في هذه الشاشة اعرفوا شيئين، شاهدوا المساحة للغرفة التي تضعوا في هذه الشاشة وحكموا الشاشة بتوها متحركة أو ثابتة إذا كان لديكم تعدد غرف كثيرة قد تكون شاشة واحدة كافية وتتحرك من غرفة إلى غرفة مع نفس القواعد أما لو كان لديكم فقط غرفة اجتماعات واحدة وهي كثافة عالية، شاهدوا الحجم الأنسب للشاشة لكم وبالتالي تقدروا استثماركم بطريقة صحيحة هذه الشاشة وصلتني من هواوي لتجربها ومنها خلالها، أقدم لكم هذه التجربة الخاصة بني بدون أشياء أخرى نهاية الفيديو وكل فيديو، وكالعادة سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أراكم على خير بإذن واحد أحد